شركة تيموبيل الحقيقة أصدرت بيان أزعج الجميع جداً أنا واحد من عملاء تيموبيل كثير مننا بيتعاملوا مع تيموبيل في أمريكا لأنها لها شبكة وسعة الانتشار في أكثر من حوالي 47 ولاية من 50 ولاية البيان عن تسريب بيانات بعد اختراق تم من ليه 7.8 مليون عميل في تيموبيل الأمريكية حيث قالت شركة تيموبيل الأمريكية أنها تجري تحقيقاً في هجوم إلكتروني على أنزمتها كشفة حتى الآن عن تعرض البيانات الخاصة لنحو 7.8 مليون عميل للاختراق أوضحت الشركة في بيان أنها علمت بهذه الهجمات في أواخر الأسبوع الماضي بعد أن زعم منتدى على الإنترنت أن البيانات الشخصية لمستخدميها قد سربت وسركت من شركة تيموبيل والبيانات المعروضة حتى الآن على سوشال ميديا لأي حد ممكن يحصل عليها حوالي 850 ألف لعملائها الحاليين وأكثر أيضاً من 40 مليون سجل لعملائها السابقين قد اخترقت أيضاً وتضمنت هذه البيانات أسماء وعنوين وتواريخ ميلاد والسوشال سيكورتي كمان وبيانات عن الضمان الاجتماعي وهو السوشال سيكورتي ومعلمات عن رخص القيادة ولكن لم يكن هناك ما يشير إلى تعرض تفاصيلهم المالية وهي حسابات البنوك يعني لأمر مهزلة يصير الشكوك في ثقة العملاء بشركات كبيرة زي تيموبلد شركة عالمية يعني لها كمان أفرع في استراليا وإنجلترا وأوروبا فإزاي هذا يحصل الحقيقة الأمر يصير الشكوك كمان يعني حقيقة اللي بيعتقد البعض أنه هو في أمان بايداً عن أي اختراك أو استهداف من الهاكرز هو يظن وهماً بذلك